نطلع نشوف زميلنا كريم أحمد مع كابتن سيد عبد الحفيظ وماذا قال عن أيضاً هذه أو بعد نهاية هذه المباراة بجد التحلي كابتن إسلام الشاطر كل مشاهدين وكل جمهور النادي الآلي فوز مهم جداً والمباراة كانت غاية في الأهمية كان لديها تحضيرات فنية على مستوى كبير مستوى إداري كابتن سيد عبد الحفيظ سريع عن مدير الكورة مبروكة كابتن سيد يعني نقدر نقول لنهارده المباراة تم تحديد لها بشكل جيد المركز الثاني والطفرة اللي عملها كابتن عماد النحاس نهارده صعبة المباراة بشكل كبير لكن كالعادة شخصية النادي الآلي والأداة الكويس والأداة المطلوب للاعيب النهارده قدرنا إن إحنا نحسب المباراة حطنا في الأجواء كابتن سيد النار الحمد لله طبعاً يمكن قبل اللقاء يعني كنا متأكدين أنها تبقى مباراة صعبة ومباراة فيها سنة عصبية شوية وده وضع طبيعي يعني ما بين المركز الأول والمركز اللي البعديه على طوله هو نادي الماولين العرب فوضع طبيعي يعني الحمد لله طبعاً على كل شيء يمكن الشطرة والنهناب بهدف وكان ممكن كرة أشياء تبقى واحدة من الأجمل الأهداف اللي موجودة في الدورية لكن برضو الحمد لله على كل شيء الشطرة الثانية طبعاً صد يعني زاد من صعوبة اللقاء لكن برضو هرجع وقلت وبأكد دايماً أن في الأوقات الصعبة بيبقى التلاحم والترابط والتعاون والإصرار والعزيمة والروح اللي بيلعب بها لعبة النادي الأهلي قدرنا عن طريق وليد سنمان نحن نضيف الهدف تالي الحمد لله كمان التوزيع أو ممكن كما بنشوف أيمن أشرف النهاردة بنشوف علي معلول نحن عارفين ممكن علي سليم لكن الحافز على اللعيبة مع الضغط الكبير ده كمسا؟ راح طبعاً بعض اللعيبة يعني الحمد لله طبعاً على كل شيء لكن في النهاية نتعارف ضغطة المباريات ضغطة كبيرة جداً ومتزحمة جداً سواء كان محلياً أو إفريقياً يمكن هنشم نفسنا شوية بعد مبارات النجم الساحلي أو متأجلت 48 ساعة لحدهم 26 وبعده كمان مبارات أمبي متأجلت فده يعني هيدينا فرصة كويسة إن شاء الحمد لله إن إحنا نلتقط أنفسنا شوية إن شاء رحمن نستعد المبارات النجم الساحلي بمنتهى التركيز وإن شاء رحمن التوفيق بحليفنا بإذنه عدم تأجيل مبارات أمبي دي كان هيسبب مشكلة كبيرة جداً لأن الأمر كان صعب جداً يا كابتسايد والتلحوم كان كبير ومبارات غاية في الأهمية مش طبعية بالتأكيد يعني أنت تكونك إن إنت تلحم مباراتين في 72 ساعة بقوة المقاولين وصحة أمبي اللي موجودة في الحالي أو موجودة في الوقت الحالي مع كابتن حلمي طولان وكمان تدخل على مبارات النجم الساحلي أعطاك إنها كانت هيبقى أمر صعب جداً لكن زي ما قلت فيه فرصة كويس إن إحنا نشم نفسنا وإن شاء رحمن نستعد بشكل كويس إن شاء رحمن الإزواء ده بإذنه نقطة مهمة جداً كابتسايد حديث كتير أو كتايد كتير على صالح جمعة وبعض التصريح اللي خرجت منه كابتسايد مدير الكرة الحقيقة معايا كتقول لنا إيه من خلال الشاشة القناة الآن يعني أنا ما بحبش أتكلم على فرض معين يعني لكن في النهاية النهاية الالتزامية الموضوع بالنسبة لنا موضوع ملعب ما فيش كلام عليه وما فيش فصل عليه لكن فيه كمان فيه حاجات خارجة عن الملعب يعني أو فيه حاجات برا الملعب بنتكلم فيها أنا اتكلمت مع صالح من حوالي اسبوعين تلاتة وشفنا وقلت له يعني ممكن يبقى فيه حاجة أنسب ليك وأنسب لينا في الوقت الحالي فما فيش مشكلة أبدا يعني فيها بتمر بالحياة بينا بحاجات متفرقة ومختلفة يعني لكن في النهاية يعني يعني زي ما قلت يعني أنت بتكلم على فرض في المنظومة يعني شرح ما يكون بالنسبة له مش عايز أقول يعني الفترة اللي جاية أحسن لكن لو فيه عرض مناسب أو فيه حاجة مناسبة أو فيه يعني استعارة أو ما شبه ذلك يعني أنا مستنيه واتكلمت معاه من فترة زي ما قلت لك كده وهو النهاردة كان موجود في النادي بيتمرن تمرات منفردة وهنتشوف أنسب الحلول يعني لكن في النهاية يعني بغض النظر عن المشاركة الفنية أو عدم المشاركة الفنية لحنا عندنا رولز موجودة عندنا نظام موجود لازم الكل يتبعه والكل يكون تحت طوع يعني شكرا بنشكر يكيد الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكورة بيالنادي الآلي ترجمة نانسي قنقر